تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة تكريم سموها الصادر من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية ذوات الأعمال المؤثرة للنهوض بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية والتي جرى الإعلان عنها بمدينة جينيف بمناسبة إطلاق منظمة اليونيسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف للعام 2022 وجددت صاحبة السمو حفظها الله في برقيتها اعتزازها وامتنانها برعاية جلالة الملك المفدى ودعمه حفظه الله المتواصل لكل ما تتولاه سموها من مسؤوليات وطنية تتشرف بحمل أمانتها وتجتهد بالإسهام في ترجمة تطلعات جلالتها الرحبة لما يصب له الوطن من منعة ورفعة ورخاء وأعربت سموها في هذه المناسبة عن فخرها بإنجازات المرأة البحرينية التي نعتز بعطائها ونحرص على مساندة جهودها لمواصلة مسيرة النجاحات وبما يتناسب مع ما وصلت له مملكة البحرين من مستوى متقدم ومشهود على صعيد أداء نسائها ورجالها الذي يضاهي بصداه الطيب أفضل التجارب وأرقى النماذج في البذل والتفوق والعطاء وأكدت سموها أن الفضل لأي منجز وطني يعود إلى صاحب الجلالة والذي لم يكن له ليتحقق لولا تلك الثقة السامية والتشجيع الكريم الذي تحظى به جهودنا جميعا ترجمة نانسي قنقر